أم محمد أمين من اليمن تقول عندي فلوس مجمدة لها حوالي سنة أريد أن أبني بها بيت وإلى الآن ما تيسرت هل عليها زكاة أختي أم محمد أمين من اليمن بارك الله فيك تقولين بأن عندك أموال وهذه الأموال مرصودة لبناء بيت و هي تقولين مجمدة و تقولين ما تيسر بناء البيت إذا مر عليها سنة كاملة و قد بلغت النصاب فيجب فيها الزكاة لماذا؟ لأن هذا مال قابل للنماء أنت اللي جمدته و ليس جهة أخرى يعني لو افترضنا والله البنك هو الذي جمده نقولك نعم الدولة جمدت نقولك نعم لكن أنت اللي رصدته و وضعتيه في هذا الحساب هذا لو شغلته اشتغل تجب عليك فيه الزكاة يا أخت الفاضل بشرطين بلوغ النصاب و قد بلغ النصاب كما أشرت لأنه في بناء بيت و أيضا حالة عليه الحول و هو 12 شهر قمري عربي بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر